السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا قوم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات خبر وتعليق الخبر النهاردة بخصوص يعني له علاقة بالمرور بالقيادة هنا في كندا ابتداء من 1 نوفمبر 2020 إن شاء الله فالناس اللي جاي جديد إلى كندا إن شاء الله والناس اللي موجودين هنا في سكاتشوان هو الخبر وعلاقة بسكاتشوان فالناس اللي جايين إلى سكاتشوان الناس اللي عايشين في سكاتشوان ابتداء من 1 فبراير 2020 إن شاء الله أي حد هيتمسك وهو يعني في وضع بسموه ديستراكتد درايفينج يعني هو اللي مش مركز في السواقة هيتكون المخالفة عليه 580 دولار 580 دولار كندا ديه أول مخالفة لو في نفس السنة اتمسك مرة تانية في المرة التانية هيتفع 1400 دولار 1400 دولار كندي يا جماعة بتكلموا على 15000 جنيه تقريبا واكتر شوية المرة التانية مش بس 1400 دولار هياخد العربية منه اللي هي معاه هياخد العربية منه لمدة أسبوع سواء كانت عربيته ولا عربيته غيره فناخد بالنا الستاتات اللي رجالتها بتسوق عربيتها ديه تاخد بالها ومش بس كده كمان هيتفع تكاليف نقل العربية من المكان اللي هو فيه لجراج بالبوليس اللي هي بتكلف تقريبا 400 دولار فانت هيتفع تقريبا 1800 دولار وفي الحالتين على فكرة في المرة الاولى ومرة التانية هتخسر أربعة بوينت وطبع معروفة تلو نزلة البوينت بتاعتك على الصفر هتدفع كمان للس جي اي فلوس يعني هو خراب بيت مستعجة كما يقولون المرة التالتة لو تمسكت في خلال سنة هتتكلم في خلال سنة ومسكت ثلاث مرات في المرة التالتة هتدفع 1200 دولار كندي بالاضافة الى الاسبوع بردو العربية هتتأخذ مهما كانت العربية معاك بتاعتميم وانت لها تدفع تكاليف النجل فهي تقريبا 400 دولار فالفين ونص دافحها كده حار حار وبالاضافة الاربع نوكتز كمان هيتخصموا من البوينتز بتاعتك يعني خير كبير لأي حد ماشي في وضع دستراكتد طب ايه هو معناه الوضع ده ايه دستراكتد درايفنج ده الفكرة العامة عند البعض انه دستراكتد درايفنج دي لها علاقة بالموبايل فقط لكن الموضوع مش كده الموضوع له علاقة بكل اي حاجة ممكن تلهيك عن القيادة طول من انت على مقعد القيادة سواء كنت على اشارة مرور سواء كنت بتسوق مهم انت على مقعد القيادة والعربية شغالة وفي منطقة قيادة اي حاجة هتلهيك عن القيادة هذه تعتبرت دستراكتد درايفنج الحاجة الوحيدة اللي لا تعتبرش انت على جنب بقى وقفت على جنب في منطقة فيها وقوف وقفلت العربية خلاص تعمل اللي انت عايز وقتها ومش بس موبايل يعني اللي ممكن تعمل ميكوب وهي بتسوق لان يكل ويشرب بالطريقة التي تجربة نصب كورنفليكس ويعمل كتشاپ بطاطس وقفل بطاطس وقفل هل تجربة خيادة عن القيادة ومن في جنب الزابط سوف يمسكك ما يحتاجه لك 580 دولار 1400 بزيارة عربية عربية تنجل و1000 و400 بزيارة عربية و4 مدرس بزيارة وإذا كانت تدفع 100 دولار عن 150 او 100 ولكن ستدفع عامل SGI عن كل نقطة بالنسبة للموبايل لا يوجد لمسكوه في إيديك خالص خالص بأحوال مكفول او مفتوح ممنوع أن تضع الموبايل أبداً ممنوع أن تضعه في حجرك و تقول يمكن أن تضعه على حجرك و تفتح يوتيوب أو تفتح الرسائل أو شيء و تضعه في حجره و تقول أنه لا تفتحه يعني لا يوجد فهلاة والتزاكي حتى لو رأيك أن تضع الشاحن الموبايل و تضعه سيضع لك مخالفة فأي شيء لديه علاقة بالموبايل يا جماعة نصيحة أيضاً عنها تمام؟ خالص أقف على جانب و اقف ما أنت أريده الحاجة الوحيدة اللي ستكون مسموحة أنك أنت تكون تضع الموبايل بتاعك على الماونتين قدامك على حامل الموبايل على التبلو أو على الشباك قدامك على الجزازة العربية دائما فهوش مشاكل بس طبعاً ما ينفعش تكون تضعه قدامك و فتح يوتيوب أو فتح حاجة تقرأ منها أو حاجة تقرأ تفرج عليها حطوا بس قدامك بحيث أنه لو جات لك رسالة حتى ممنوع تفتح تقرأ الرسائل ممكن تقول لي يا سيري مثلاً اقرار الرسالة يا سيري مثلاً يعني أكثر من كده لا يوجد أو أنك تتجاوب على إذا كنت تفتح حاجة تقرأ الموبايل لكي تضع السماعات أو تضعها على السماعات العربية أو سماعات الموبايل نفسها وترد لكن هي لمسة لمستين فقط وهو هذا اللي يسموح لك وهو على الحامل الموبايل لمسة لمستين لا يريد أن ترد حاجة بسيطة بسرعة وليس تدخل عنوان أو أي شيء مثل ذلك واضح يا جماعة أخذوا بالكم من الموضوع هذا استغنوا عن هذه الأشياء الغرامة دلوكتي عالية جداً 580 دولار تتكلم على اللي بيأخذ مينمم ويج يعني رأت بأكثر من أسبوع أكثر من 6-7 أيام شغل فحرام تضيع الموضوع فلوسكو في حالة زي كده وغير أنك انت زي ما قلنا نقاط بتخسرها ديسكاونت بتخسرها بعد كده على التأميم بتاعك وفلوس بتدفعها غرامة اللي هو العربية بتوقع في سبوع بيأخذها منك سبوع بعد كده إلى آخره مفهاش مزح الحكاية من يوم 1 فبراير 2020 دلوقتي على فكرة هي موجودة بس 280 دولار بس خلوها 580 دولار وزودوا خلوها تاني مرة وتالت مرة بتدفع بالطريقة دي خدوا بالكم من نفسكم ما تنسوش من الدعم الشير واللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس لو لسا فعلتوش الجرس في أمان الله موسيقى